السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع علم من أعلام اليمن سياسي مؤلف اقتصادي عاش في القرن الرابع عشر هجري العشرين الميلادي من محافظة تعز مديرية مقبنة من قرية المشاوز بني صلاح إنه عبد الرؤوف ابن عبد الرحمن ابن رافع عوض ولد ونشأ في قرية المشاوز بني صلاح من ناحية مقبنة سنة 1351 للهجرة التي توافق سنة 1932 للميلاد اقتصادي سياسي كان أبوه من كبار المشائق ولوجهاء في محافظة تعز وأعانى نجله عبد الرؤوف لتعليمه فدرس في كتاب قريته أولا ثم أخذ رهينة في قصر الإمام أحمد بن يحيا في مدينة تعز كأمثاله من أبناء المشائق حتى يضمن ولاءهم وعدم الخروج عليه ودرس في مدرسة الأحمدية في مدينة تعز ثم سافر إلى مصر وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد ثم اتجه إلى إيطاليا والتحق بجامعة بولونيا وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد ثم حصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات النفط سنة 1959 الميلاد وتعتبر أول دكتوراه ليمني في هذا التخصص وكان ضمن الوفد اليمن الذي أرسله الإمام أحمد بن يحيا حميد الدين إلى الصين برئاسة القاضي محمد بن عبد الله بن حسين العمري وكيل وزارة الخارقية آنذاك وعضوية عبد الرؤوف رافع والقاضي محمد بن أحمد بن علي الحجري وأحمد بن حسين الوجيه كبير تقار اليمن آنذاك فسقطت بهم طائرة اليوشن الروسية في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1380 للهجرة التي توافق السابع عشر من أغسط سنة 1960 للبيلاد وماتوا جميعا وكان هذا العلم في شرخ الشباب وهو في العقد الثالث من عمره وقد رثاهم معظم شعراء اليمن بقصائد مبكية باكية ونشرت الصحف سيلا من المراثي والتعازي والسيرة الذاتية وأقيمت المآتم وسرادقات الأحزان في عموم اليمن وقمعت في كتيب صدر بعنوان دمعة وفاء تضمن قصائد الرثاة وأهم برقيات التعازي ورسائل المواساة المحلية والعربية حصلت عليه في طفولتي من مؤلفات عبد الرؤوف رافع سياسة النفط الاقتصادية رسالة الدكتوراه ودفنت الرفاة في مقبرة الأجينات بمدينة تعز تغمده الله برحمته وإلى لقاء ما علم آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة